اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء صحة وسعادة كما عودناكم دائما هو برنامج نفتح فيه الأبواب والنوافذ وأي شيء ممكن أن نستقبل من خلال اقتراحاتكم ملاحظاتكم الأمور التي تساهم حقيقة في تطوير الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في دبي وتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي وحتى أيضا في دولة الإمارات فالباب مفتوح جدامكم للتواصل معنا على الأرقام التالية 6-0-5-5-1-4-1-4 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4-0-6 كل التحية مني محدثكم حمود يوسف وأيضا معنا في الإخراج الأستاذ ميثة بن بيات وفي التنسيق الأستاذ فيصل بن فارس أعزائي مثل ما عودناكم نأخذكم على جولة في بداية هذا البرنامج عن أهم ما طالعتنا به وسائل الإعلام المحلية ووكالات الأنباء العالمية اليوم بتطرق حقيقة لهذا الخبر اللي بسوي له متابع إن شاء الله خلال الأسبوع القادم هو القانون اللي تم نشره في صحيفة الرؤية من يومين وأيضا كانت هناك متابعة لها متابعة إعلامية وإن شاء الله نحن من جهتنا في هيئة الصحة من حاول أن تابع الموضوع كذلك مع المعانيين حاول هذا الموضوع مش اليوم اليوم عندنا موضوع جدا مهم عقبل الفاصل بخبركم عنه أو قبل الفاصل بخبركم عنه لكن القانون يقول وافق صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايد قال إن هيى رئيس الدولة حفظه الله على المرسوم بقانون اتحادي رقم خمسة لعام الفين وستة عشر في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وتشمل أحكام المرسوم الذي حصلت الرؤية على نسخة منه عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة وسريان الأحكام على العمليات التي تجرى داخل المناطق الحرة في الدولة مع استثناء عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع من تطبيق أحكامه كما أكدت مواد المرسوم حظر بيع وشراء الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية بأي وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل عنها إضافة إلى حظر نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية أو الاشتراك فيها متى كانت مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وتضمنت المحاذير عمليات الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة البشرية غير المرخص بها وحظر تمويل ترك العمليات متى توفر العلم بأن التبرع تم بمقابل مادي طبعا القانون فيه الكثير من المواد أنا ما بطرحان كلها لكن هناك الكثير من المواد في هذا القانون نحن من نسوي حلقة كاملة إن شاء الله عن هذا الموضوع ومن حاول نشوف حيثيات هذا القانون والمواد اللي فيه فكنا بس نبغي نتوجه بالشكر لصحيفة الرؤية على هذا السبق اللي حققته حقيقة من خلال نشر هذا القانون والمتابعة كذلك على هذا القانون لأنه اليوم أعتقد كانت عندهم بعد استطلاعات أراحة للقانون وهذا فأنصحكم بمتابعة صحيفة الرؤية في عددها صادر اليوم لتعرف أكثر على هذا الموضوع عموما ضمن برنامج طب وعلوم صحة دبي ترعى مجموعة من طلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والقطام يشيد بريادة الجامعة ويؤكد دورها المهم في رفض المؤسسات الصحية بالكفاءات الطبية حيث أعلنت هاية الصحة في دبي يوم أمس عن رعايتها للدفعة الأولى من طلبة الثانوية العامة للدراسة بكلية الطب والجراحة بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ضمن برنامج طب وعلوم هذا البرنامج اللي يعني صلتنا الضوء عليه في البارحة أعتقد هي البارحة كانت معنا مديرة الموارد البشرية لخط آمن السويدي طبعا أكد معالي حمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهاية الصحة في دبي خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على الدور الرائد الذي تقوم بها الجامعة في مجال تعليم وتأهيل الطلبة وتسليحهم بالعلوم الطبية المتخصصة لرفض القطاع الصحي بالكوادر الطبية والصحية المؤهلة بالعلم والمعرفة والقادرة على التعاطي مع تحديات التطور الطبي التي تفرضها النهضة العلمية في الدول المتقدمة وكان معالي قد التقى في بداية زيارة الطلب المستفدي من الملح الدراسي لهيئة الصحة في دبي وذلك في حضور الدكتورة رجاء عيسى القرق نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة سلطة مدينة دبي الطبية ونائب رئيس مجلس مناء الجامعة وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الجامعة وقال معالي القطام أن رعاية الهيئة المجموعة من أبناء الدولة للدراسة في كلية الطب والجراحة بجامعة محمد براشد الطب والعلوم الصحية يعد باكورة نتاج لبرنامج طب وعلوم الذي تتبناه الهيئة لرفع مستوى التوطين في القطاع الطبي حيث سيتبع ذلك العديد من الشراكات والاتفاقيات مع مختلف المؤسسات الأكاديمية في الدولة والتي سيستفيد منها طلبة الثانوية العامة إذن هذا واحد من البرامج القوية والأفكار الجديدة أيضا لطرحتها الهيئة لطلبة الثانوية العامة يعني برنامج الرعاية الدراسية هذه أكيد رح يحقق إن شاء الله أهدافه ويعني في يوم الأيام إن شاء الله نشوف يعني قطاع الصحي أو القطاع الطبي تكون نسبة التوطين فيه عالية وليش لا يعني هذا شيء ممكن يتحقق وإيضا كلنا نعرف يعني إن معاني حميد القطامي كانت له الكثير من البصمات في مجال التوطين وكان يعني ماسك العديد من المناصب الخاصة بالتوطين القطاع الخاص فما أستبعد إنه ممكن ترتفع نسبة التوطين عندنا إن شاء الله في القريب العاجل العاجل لأنه يمكن في القريب خلنا نقول لأنه عشاس الواحد يطلع طبيب ترى يا جماعة الخير هذا استثمار سبع سنوات لين تسع سنوات فبالكم يعني إن شاء الله يا رب يا رب نتمنى دراسة حديثة تقول إن الآيباد يفيد في تهدئة الأطفال قبل العملية الجراحية كالأدوية المهدئة تماما توصل الدراسة حديثة إلى أن جهاز الآيباد وغير من الأجهزة اللوحية يفيد في تهدئة الطفل القلق الذي سيخضع لعملية جراحية وأن فعالية هذا الإجراء تماثل فعالية إعطاءه أدوية مسكنة اشترك في الدراسة 112 طفلا تراوح تعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات في فرنسا كانوا بصدد الخضوع لعملية جراحية أو عمليات جراحية تسوج بالتخدير العام حيث قام الباحثون بتقديم جهاز آيباد إلى 58 طفل قبل موعد التخدير بعشرين دقيقة في حين أعطيها 54 طفل جرعة من الدواء الميدازولام المسكن ووجد الباحثون بأن مستويات القلق لدى أفراد كل المجموعتين من الأطفال كانت متساوية إلا أن استخدام الآيباد لم ينطوي على أي من الآثار الجانبية لدواء الميدازولام وبالإضافة إلى أن الأطفال كانوا أكثر تقبلا له من تناول الدواء تقول الدكتورة دومينيك شاسارد أخصائية طب الأطفال بمستشفى في مدينة برون الفرنسية لقد أظهر دراستنا أن استخدام الآيباد قبل دخولي للعملية قد ساهم في تخفيض مستويات القلق لديهم تماما كما فعل الميدازولام وقد أشار الباحثون إلى أن استخدام الآيباد أو غيره من الأجهزة اللوحية يشكل وسيلة غير دوائية فعالة للسيطرة على الشدة النفسية التي تسبق العمل الجراحي دون أن تترك أي آثار عند الطفل وجرى عرض نتائج الدراسة في مؤتمر عالمي لطباء التخدير انعقدة في هونغ كوغ ولكن من المعروف بأن النتائج الدراسات المعروضة في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية تبقى أولية لحين نشرها في مجلة علمية محكمة طيب وصلنا إلى الفاصل الأول بعد الفاصل إن شاء الله من استقبل معانا الدكتورة ميرا أوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم رئيسة اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لجمعية بنوك الدم العالمية ما نطرح محاور كثيرة عن هذا المؤتمر وأهميته واللي شكل هذا المؤتمر فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعينا الكرام وحياكم الله معانا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة في هذا اليوم سوف نتحدث عن واحد من أهم الأحداث الصحية والطبية التي تصدف دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص ويمكن قد يكون الحدث الأهم في المنطقة حاليا وهو المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لجمعية بنوك الدم العالمية دبي أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث منذ تأسيس الجمعية في أمستردام عام الف وتسعمائة وخمسة وثلاثين نتحدث اليوم عن الجهود التي قامت بها إمارة دبي لاستطافة هذا الحدث مع ضيفتنا في الستوديو الدكتورة ميرو أوف رئيسة اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر ومدير مركز دبي للتبرع بالدمحة يا شاء الله معانا دكتورة الله يحييك أهلا وسهلا دكتورة يعني ما هي الجهود التي قامت بها إمارة دبي لاستطافة هذا الحدث خلينا نتحدث يعني نبتدي أول شيء ما هو أو ما هي أهمية استطافة دبي لهذا الحدث وما هي الجهود التي بذلتموها لاستقطاب هذا الحدث في إمارة دبي كأول مدينة في الشرق الأوسط نعم طبعا جمعية بنوق الدم العالمية هي جمعية رائدة تختص في مجال طب نقل الدم وهي أشهر جمعية في نقل الدم في العالم تأسست عام 1935 في أمستردام وفي إلها أعضاء المجلس من علماء وخبراء من جميع مختلف دول العالم منذ تأسيسه في 1935 المؤتمر العالمي اللي ينعقد بين سنة وأخرى كان دائما يكون في أوروبا ويكون سبق أن تم استضافته في أمريكا سنة واحدة وفي كندا سنة واحدة لكن لم يتم استضافته في الشرق الأوسط طبعا أهمية بالنسبة أنك عاملين في مجال نقل الدم طبعا هذا شيء يعني إلا أهمية كبيرة جدا لأنه طبعا خلال هذا المؤتمر خبراء من مختلف دول العالم متحدثين أوراق عمل علمية تعرض لأول مرة لحيث معرضها خلال هذا المؤتمر فهي حقيقة فرصة جدا كبيرة لجميع العاملين في خدمات نقل الدم في الإمارات أولا وفي الدول المجاورة لأن يسهل عليهم من الدول المجاورة المجيء إلى دبي لحضور المؤتمر والاستفادة طبعا العلمية بينما لما يكون في أوروبا أو يكون في أمريكا ومسافات أبعد فيكون صعب عليهم ويكون تكلفة أكثر فإحنا طبعا فخورين باستضافة الإمارات لهذا المؤتمر العالمي وهو مؤتمر من أرقى المؤتمرات وطبعا الدولة بدلت جهود جدا كبيرة لاستضافة هذا المؤتمر تم تقديم العطاء لاستضافة هذا المؤتمر في عام 2013 في شهر ستة في شهر جون وشاركت عدة جهات في تقديم العطاء طبعا كانت جهود جدا حثيثة وكبيرة من قبل دائرة السيحة والتسويق التجاري في دبي وأقدم لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم ومساندتهم لنا من أول يوم قدمنا العطاء وإلى حد اليوم وبالذات قسم سفراء المؤتمرات فهم ناس يعني مجموعة موظفين خبراء متعاونين حقيقة قدموا المجهود كبير وسهلوا عملية تقديم العطاء وتحضير المستندات المطلوبة للعطاء ودعموا المؤتمر يعني لوجستيا بشكل كبير بالإضافة طبعا إلى مركز دبي التجاري العالمي اللي قدم جهود كبيرة في استضافة الخبراء في استضافة مسؤولين الجمعية حتى يتأكدون أنه المركز التجاري مجهز بالقاعات وبالأجهزة الصوتية والمرئية اللي يحتاجوا يعني الجمعية والمؤتمر بعتوا حتى خبراءهم من هناك يتطالعون ويعينون المكان نعم نعم بعتوهم قبل اللي يتم القرار في أنه نستطيع الموافقة نعم ويعني أحب أذكر للمستمعين أنه عندما قدمنا العطاء سنة 2013 وكانت طبعا العطاء موقف الفريق من وزارة الصحة شاركنا في هولندا معالي سفير الدولة عبد الله النقبي كان معانا في تقديم العطاء وكنا بتنافس مع باريس ومع إيطاليا وكوبنهاغن وإحنا كنا الدولة الرابعة فطبعا هذا يعتبر إنجاز كبير لأن هذه الدول أكثر كانت استضافة المؤتمر سابقا وإلهم خبرة في المؤتمرات بس طبعا يعني مركز دبي التجاري العالمي ودبي على وجه التحديد هي دولة حاليا يعني فرضت نفسها في مجال صناعة السياحة المؤتمرات إذا نصح التعبير نعم فقد سبق وإن استضاف مركز دبي التجاري العالمي مؤتمرات عالمية سجلت أكبر عدد مشاركين مثلا مؤتمر السكري مؤتمر أمراض القلب وهذه طبعا الأشياء اللي بينتها مركز دبي التجاري العالمي يعني يشاركوا معنا في تقديم العطاء حتى يبينون إمكانيات دبي في استضافة المشاركين من مختلف دول العالم جميل دكتورة يعني تحدثنا الآن عن الجهود اللي قمتم بها تحدثنا كذلك عن شركاء الهيئة في استضافة هذا الحدث العالمي المهم الآن نتحدث حقيقة عن تفاصيل هذا المؤتمر خلينا نتكلم عن المؤتمر يبتدي يوم الأحد أربعة سبتمبر سبت يبتدي المؤتمر من يوم ثلاثة سبتمبر ثلاثة سبتمبر إلى يوم الخميس إن شاء الله ثمانية سبتمبر جميل لكن الافتتاح الرسمي إن شاء الله حيكون يوم الأحد مساء في مركز دبي التجاري العالمي ممتاز إذن كم عدد الدول المشاركين كم عدد الطباء المشاركين أوراق العمل اللي بتكون شسمة موجودة للطرح في هذا المؤتمر؟ طبعا إحنا نفتخر إنه بالبداية من كنا نقدم العطاء كنا يعني ننتظر إنه يقبر الألف ومئتين مشارك فكنا ننتظر هذا العدد يعني لكن إلى حد قبل يومين كان المسجلين ألف وسبعمائة ألف وسبعمائة وقابل الزيادة الحمد لله ومستمر التسجيل إلى أول يوم وثاني يوم بالمؤتمر يستمر التسجيل يعني يوم السبت والأحد ممكن اللي حاب يشاركي يوصلوا عادة يوم الجمعة أصلا هم المساء فاتحين في مركز دبي التجاري ماشاء الله هو عادة دكتورة حتى وقت التسجيل اللي يصير إن العدد يرتفع تقريبا يرتفع إن شاء الله نتمنى يعني إن إحنا حال طبعا هو المؤتمر إن أقد في أدت دول سابقا فإحنا حاليا عبرنا العدد اللي تم تسجيله في كاب تاون اللي هو آخر مؤتمر كان وإن شاء الله نطمح إنه يزيد العدد التسجيل جميل إذن حتى الآن سيحضر المؤتمر 1700 طبيب ومتخصص نعم من 82 دولة بالعالم 82 دولة في العالم نعم نعم ومتاز وبالنسبة للمشاركين بالأوراق العلمية لحي تم إعطاء 120 محاضرة يعني في 120 سبيكر لحيتكلم بأوراق عمل وطبعا هذه أوراق العمل تم عرضها على لجان متخصصة حضرت في دبي اللجنة من مختلف دول العالم اللي هي اللجنة العلمية وراجعت كل الأوراق لاختيار الأوراق طبعا الأرقى الأجدد المفيدة اللي تقدم كأورال برزنتيشن تقدم يعني شفاهيا على الحضور عن طريق محاضرات بالإضافة إلى هذا طبعا في 604 ملسق جداري تم قبوله في المؤتمر فهيكون في سيشن خاص للبوسترات اللي هي الملسقات الجدارية يتم فيها عرض أوراق علمية فهناك أكثر من 600 ملسق جداري تم قبوله في المؤتمر طبعا هذا عدد جدا كبير يبين عدد الأوراق العلمية واللي تم تقديمها للمؤتمر للجنة العلمية بغرض قبولها هذا بالإضافة طبعا أن المؤتمر يصحبه معرض طبي كبير من أكبر المعارض في مجال طب النقل الدم في العالم هي المعرض الطبي اللي صاحب المؤتمر الشركة طبعا من كل دول العالم تتقدم ويكون في إلها ستاند في المؤتمر وعن طريق حقيقة هذه المعارض الطبية بنوك الدم في العالم والعاملين في مجال نقل الدم والأطباء اللي يستخدمون الدم هي هذا المكان اللي يتواجدون بي حتى يتعرفون على التقنيات الجديدة الأجهزة الحديثة فلح يكون معرض إن شاء الله ناجح جدا ومفيد لجميع المشاركين طيب قبل أن أطلع فاصل دكتورة ونطلع فاصل وما استكمل الحديث إن شاء الله إذن مستمعين فاصل وبعدها ما أرجع لكم نستكمل الحديث عن المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين جمعية بنوك الدم العالمية هذا الإنجاز الذي تحقق باستضافة هذا المؤتمر من خلال مدينة دبي كأول مدينة في الشرق الأوسط تستضيف هذا المؤتمر العالمي فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة دبي دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا نتحدث عن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون لجمعية بنوك الدم العالمية والذي يقام في إمارة دبي في الفترة ما بين يعني الافتتاح الرسمي بيكون أربعة سبتمبر لكنه هو ثلاثة سبتمبر رح يبتدي من ثلاثة سبتمبر حتى ثمانية سبتمبر بمشاركة ممثلين عن ثنين وثمانين دولة لاستعراض أحدث التقنيات العالمية المتعلقة بمجال الدم المؤتمر يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم هيئة الصحة بدبي لتكون بذلك أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تستضيف مؤتمر بنوك الدم منذ تأسيس جمعية بنوك الدم العالمية في أمستردام عام الف وتسعمية وخمسة وثلاثين هذا كان ملخص الجزء الأول من هذا اللقاء اللي نصدي فيه معانا الدكتورة ميرا أوف مدير مركز زبيل التبرع بالدم رئيسة اللجنة المحلية المنظمة لهذا المؤتمر دكتورة يعني ذكرنا أن أكثر من ألف وسبعمائة طبيب سجدوا في هذا المؤتمر ويمثلون 82 دولة وهذا المؤتمر يناقش العديد من المواضيع وأيضا يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه آمين يا رب هذا فخت خر كبير وسعادة عند استلمنا موافقة صاحب السمو على رعاية المؤتمر جميل إذن هذا المؤتمر يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ويعني هذه الرعاية تشكل يعني هي بالفعل تشكل إضافة لهذا المؤتمر وأيضا تشكل كذلك تكليف كبير على القائمين على هذا المؤتمر لإنجاحه بشكل كبير طيب الآن نتحدث دكتورة أن هذا المؤتمر بيناقش العديد من التقنيات العلمية الحديثة التي تدعم سلامة وأمن أمان نقل الدم الآن ذكرتي أن هناك شخصيات يعني مهمة سوف تحضر هذا المؤتمر خلينا نتعرف على أبرز الشخصيات اللي ممكن الناس يشوفونهم في هذا المؤتمر طبعا المؤتمر يحضر دائما مدراء نقل الدم في أوروبا فمثلا مديرة نقل الدم في المملكة المتحدة حتكون موجودة معنا وفي إلها محاضرة وكذلك طبعا يسعدنا أنه حضور السيدة مريام التي هي المدير التنفيذي لجمعية بنوك الدم العالمية The American Association of Blood Bank وهي الجمعية العالمية في أمريكا المسؤولة عن الاعتماد الدولي لجميع بنوك الدم داخل أمريكا وخارجها ولح تقوم المدير التنفيذي لجمعية بنوك الدم الأمريكية بزيارة مركز دبي للتبرع بالدم جميل من خلال حضورها للمؤتمر حيكون هذا يوم الأسنين إن شاء الله ظهرا ولح برغبة من سعادتها أنه تشوف إجراءات العمل والمختبرات والإجراءات الخاصة بالتبرع بالدم في دبي وكذلك ستقوم بزيارة مركز الحبل السرة في هيئة الصحة في دبي وطبعا إحنا يسعدنا أيضا نذكر أنه معالي الأستاذ حميد القطامي مدير عام الهيئة هو رئيس المؤتمر وفي هذا المؤتمر طبعا نتقدم بالشكر طبعا الجزيل إلى المسؤولين في وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وصحة في أبوظبي لأن المؤتمر يعتبر مؤتمر الإمارات شاركوا باللجنة العلمية ولجنة التحضير من جميع الهيئات الصحية داخل الدولة نحن كم ورقة عمل مشاركين فيها دكتورة؟ شارك مركزنا مركز دبي للتبرع بالدم بعدد خمس ملسقات جدارية ولحيكون في عندنا أربع محاضرات علمية يعني إحنا مشاركين في التنظيم بس أيضا إحنا مشاركين بأوراق عمل علمية كذلك طبعا في أوراق عمل علمية أخرى من صحة في أبوظبي ومن وزارة الصحة في مجال نقل الدم فحمد لله كانت مشاركتنا العلمية جيدة في هذا المؤتمر طيب الآن بما أنت ذكرتي هناك زيارة سوف تكون رئيسة جمعية الدم في أمريكا خلينا نتحدث عن مركز دبي للتبرع بالدم فيما تبقى من هذا البرنامج وإن شاء الله سوف نعارج على أهم الأشياء إذا فوتنا شيء عن المؤتمر قبل أن نختم البرنامج لكن مركز دبي للتبرع بالدم يعني يقوم بجهود كبيرة هذه الجهود التي تتجسد في تغذية العديد من المستشفيات في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي بالدم فخلينا نتكلم عن هذا المركز أول شيء وين شايفين عماركم أنتم على مستوى العالمي كمركز دبي للتبرع بالدم وأيضا الجهود التي تقومون فيها في هذا المجال طبعا مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة بالدبي هو أول مركز داخل دولة الإمارات تم اعتمادها حصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم العالمية وهذه جمعية معروفة بصرامة معاييرها ومتطلباتها وبالإضافة لهذا بعدها بنوك الدم في وزارة الصحة أخذت الاعتماد الدولي أخذ الاعتماد الدولي مرتين وإن شاء الله في نوفمبر القادم تزورنا لجنة التطقيق لإعتماد المركز بإذن الله تعالى للمرة الثالثة وهذا طبعا إنجاز كبير يعني الدول في المنطقة التي تم اعتمادها من جمعية بنوك الدم العالمية الأمريكية جدا قليلة وهذا يعكس طبعا سلامة نقل الدم ودقة الإجراءات المتبعة في المركز بالنسبة لعدد الوحدات الدموية المسحوبة فمركز لبيل التبرع بالدم في الهيئة هو أعلى مركز في سحبه للوحدات الدموية على مستوى الدولة حسب إحصائيات عام 2015 تم سحب أكثر من 48 ألف وحدة الدم وأكثر من 5000 وحدة للصفائح الدموية المركزة وطبعا المركز يعتمد على التبرع بالدم الطوعي تبرع بالدم الكامل طوعي من قبل المتبرعين الكرام ويغطي 15% من الوحدات الدموية المسحوبة والمفحوصة تذهب إلى القطاع الخاص و38% تروح إلى مركز الثلاثيمية لأنه طبعا الجهة المستفيدة بشكل كبير من الدم لأن طبعا مرض الثلاثيمية علاجهم الأساسي هو نقل الدم المتكرر صحيح فحمد لله في كثير من التقانيات موجودة في المركز هي الوحيدة في الدولة فأدخلنا مثلا في بداية هذه السنة تم إدخال تقنية لفصل الدم إلى مكوناتها بطريقة تضمن سلامة وجودة الوحدات الدموية وهذا أول مركز بالدولة وحمد لله يعني إحنا طبعا نفتخر في دولة الإمارات بمستوى خدمات نقل الدم حقيقة مستوى خدمات نقل الدم في الإمارات متميزة على مستوى المحلي والعالمي وهذا طبعا اللي أفصحت بي منظمة الصحة العالمية في 2010 أن الإمارات من أفضل خمس دول في العالم في مجال سلامة ومأمونية نقل الدم الحمد لله الحمد لله أيضا نحن في 18 إبريل الماضي أطلقنا حملة مع نجم كرة القدم كريسيانو رونالدو حملة تكون الأول في التبرع بالدم هذه الحملة يعني زادت في الأقبال على مركز التبرع بالدم في إمارة دبي وأيضا عززت تقافة التبرع التطوع لصالح المرضى في المستشيات الحكومية والخاصة يعني خلينا أخذ جولة سريعة عن هذه الحملة شو اللي صار فيها وشو اللي أهدافها وكيف يعني عززت هذه التقافة نعم نعم نحن طبعا فخورين بأنه أطلقنا حملة تكون الأول بالتبرع بالدم اللي يرعاها لعب الكرة كريسيانو رونالدو الغاية منها طبعا تشجيع وجذب انتباه الشباب وطبعا جميع الجمهور من مكتصر في الأعمار لكن الهدف الأصلي هو الشباب لأن الشباب إذا تعودوا ويتبرعون بالدم بعمر صغير لحيكون هذا فدائما يتبرعون وطبعا يكونون قاعدة أساسية للدم الدم طبعا دائما نحن نقول أنه ما فيه إلى بديل ولا يمكن شراءة ولا يمكن استيرادة الدم يجي من البشر فلذلك التوعية توعية الجمهور وعطاهم المعلومات أنه جد مهم أنهم يكونون جزء من قاعدة المتبرعين بالدم حتى دائما يكون في عندنا خزين نقدر نغطي حاجة المرضى فالحملة طبعا فيها أقبال كبير زاد عدد المتبرعين داخل المركز بنسبة ملحوظة يعني إحنا دائما اعتمادنا على حملات التبرع بالدم الباص اللي يطلع مكانات خارج المركز لكن بعد اطلاق الحملة زاد عدد المتبرعين اللي يتواجهون إلى المركز للتبرع بالدم وحمد لله يعني البارحة قبل ساعات كريسيانو رونالدو كتب شكر لهيئة الصحة في دبي على الفيسبوك الخاص بي وحتى أطلق فيديو في صور من أماكن الهيئة المستشفيات مركز دبي للتبرع بالدم والمسؤولين اللي رعوا أطلاق حملة بيذوان كون الأول في التبرع بالدم فهي حملة تفطيفية وتوعوية واللي هي طبعا جدا مطلوبة بالنسبة لتبرع بالدم طيب الآن ما نتكلم عن أو قبل الطرق إلى فوائد التبرع بالدم خلينا نتكلم عن الأشخاص اللي حابين أن يتبرعون بالدم كيف ممكن يتواصلون معاكم أحنا في عدنا طبعا مركزنا في دبي داخل حرم لطيفة فاتحين بالنسبة للعمل من الساعة السابعة والنصف إلى السابعة مساءا من أيام الأحد إلى الخميس وإذا في أي آراء أو مقترحات عن طريق وصل صوتك عن طريق هيئة الصحة نستلم بصورة مستمرة بعض المقترحات نستلم شكاوي غير ثمانيمية ثلاثة أربعة أثنين ما يحضر تلحين بس مو مشكلة أنا صور حتى الثمانيمية ثلاثة أربعة أثنين ممكن يحولون علينا الرقم وممكن يردون على الاستفسار كذلك نرد والله أنا برد من يحولون للتليفونات برد على التليفونات بس نبعث يعني كذلك يعني رسائل بالنسبة إلى بعض المقترحات المتبرع جميل الآن فوائد التبرع بالدم على الإنسان طبعا أولا هو عمل إنساني يقدم المتبرع للمريض المحتاج في ميزان حسناته التبرع بالدم المتكرر بصورة مستمرة يساهم في تجديد خلايا الدم وتنشيط النخاء العظم لإنتاج خلايا دموية جديدة بالإضافة لهذا يساعد على تقليل نسبة الإصابة بالجلطة الدماغية والجلطة القلبية ويقلل من نسبة الحديد الزائد في الدم خاصة عند المدخنين اللي يدخنون بصورة مستمرة فيكون نسبة الحديد ليس بالشيء جيد يعني على صحتهم فالتبرع بالدم يساعد في تقليل نسبة الحديد بالدم ودائما المتبرعين يحسون بنشاط وحيوية بعد التبرع بالدم في كثير ناس يقولون إنه ألام المفاصل بتروح عنهم الصداع بيروح عنهم فالميا هو مثبت هذا الموضوع إنه ممكن يخفف ألام المفاصل أو صداع لا بس هو طبعا فكرته مثل فكرة الحجامة يعني فكرة التبرع بالدم بس طبعا التبرع بالدم يطلع من وريد رئيسي وكل الدورة الدموية التي تشارك في أعطاء الدم بس هو لا شك إنه يقلل من احتمالية الجلطات الدماغية والقلبية لا هذا مثبوت علميا هذا مثبوت علميا إنه يقلل من نسبة الحديد في الدم يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية يساعد على نشاط نخائل أضم هذه أشياء مثبوتة طبعا علميا طيب عيسى يسأل يقول هل مرضى السكري يمكنهم التبرع بالدم؟ إذا هم ياخدون حبوب كعلاج للتبرع بالدم فوقت التبرع بالدم بنقيس السكر وإذا كان بالمستوىات المقبولة يتبرع بالدم لكن إذا كان المريض يعتمد في علاجه للسكر على الإنسولين فما يفضل تبرعهم بالدم طيب هذا يقدني سؤال آخر ما هي المواصفات المطلوبة للمتبرع؟ طبعا سؤال مهم حتى نعرف الناس عن شروط التبرع بالدم طبعا الشخص لازم يكون عمره بين 18 إلى 65 سنة ويتمتع بصحة جيدة في يوم التبرع بالدم ما يكون فيه عنده حرارة أو يكون مثلا عنده التهاب مثلا أو ماخد برد فتكون بصورة عامة صحت جيدة وما يشكي من الأمراض مثلا أمراض القلب أو أمراض لا سمح الله سرطانية أو عنده أمراض دم وراثية وطبعا إحنا في من يتقدم أي شخص للتبرع بالدم فيه مجموعة أسئلة يرد عليها وفيه فحص طبي سريع نقيس الضغط نقيس النبض درجة الحرارة ونقيس نسبة خضاء بالدم حتى نتأكد أنه التبرع بالدم ما يضر المتبرع وبنفس الوقت أنه المتبرع دم ما يكون ملائم لنقله إلى المرضى جميل إذن يعني هذه باختصار بعض الأمور اللي ممكن نحن نطرحها فيه مسألة التبرع بالدم التبرع بنصف لتر من الدم يعني يأخذ من وقت الإنسان من سبع إلى عشر دقائق نعم هو يعني وقت خروج الدم إلى أن ينجمع أربعمائة وخمسين مليليتر يأخذ من سبع إلى عشر دقائق هذه النصف لتر ممكن أن تساهم في إنقاذ أربع أشخاص نعم يعني تخيلوا من سبع إلى عشر دقائق من وقتك نعم ممكن ساهم أنك أنت تنقذ أربع أشخاص محتاجين لهذا الدم نعم فإذا كانت تنطبق عليك المواصفات اللي ذكرتها الدكتورة مي فأنا يعني أتمنى أنك تساهم في هذا العمل النبيل لأنه أعتقد أن هذا قمة الإنسانية وقمة العطاء أنك أنت ممكن تساهم بدمك لإنقاذ حياة الناس ممكن أن يتوجهون دكتورة من يوم الأحد إلى الخميس إلى يوم الخميس نعم من الساعة سابعة ونص صباحا إلى السابعة مساءا بالإضافة لأنهم حفلة بنك الدم المتنقل تجيب عدة مكانات فممكن أنهم يزورون المكان أعطيت اقتراح الدكتورة ما أدري شوفي شوفي إمكانية تطبيقة أنا أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن إذا مددتوا الأيام فتصير الويكند عندكم شغالين على الأقل الفترة المسائية فممكن بتكون الفرصة أكبر للأشخاص اللي حابين يتبرعون في الدم إحنا طبعا الجمعة شغالين بس أنا ما ذكرتها لأن عادة يوم الجمعة كل جمعة حقيقة إحنا شغالين لكن تكون في حملات منسقة مع جهات ففي مثلا جهات ما تقدر تحضر أو تجيب موظفيها خلال الأسبوع فيختارون يوم الجمعة فيوم الجمعة دائما إحنا شغالين وعدنا حملات التبرع بالدم وتمسحب كميات كبيرة يعني نسحب 120 واحدة الدم نسحب 160 واحدة الدم الجمعة ومرات يعني لما يكون طبعا في عندنا حاجة للدم يسحب أكثر حتى نفتح يوم السبد بس بصورة عامة إحنا نستقبل المتبرعين من الأحد للخميص بس طبعا يوم الجمعة حتى لو جوي يعني أي أحد أهلا وسهلا بي لأن دائما يكون في حملات بس تكون منسقة مع جهات معينة يعني جميل جدا وبالنسبة لرقم تليفون المركز إذا شخص يحب يتصل بالمركز يسأل عن مثلا أماكن وجود البنك الدم حافلة البنك الدم فهو طبعا صفر أربعة تنين واحد تسعة ثلاثة ثمانية 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 وبالنسبة للشكاوي والمقترحات فهو عن طريق وصل صوتك ثمانية 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 ونرحب بها وطبعا نشكر وحتى عن طريق برنامجنا على الهو بعد نحن نرحب بأي السفسارات أو بهذا كيف يمكن حضور المؤتمر ومواعيد المؤتمر؟ المؤتمر بالنسبة للبرنامج العلمي يجب يعني إن شخص يكون مسجل في المؤتمر فعد حين التسجيل شو الويبسايت ماكم؟ www.isbt.dubai.com هذا عن طريق اللينك هذا ممكن أن يسجل في هذا المؤتمر نعم الحين من يوم الجمعة إن شاء الله من باتر بعد الساعة السادسة مساءً يكون موجودين الطاقم الجمعية بنو قدم العالمية في مركز التجاري فقد حين التسجيل ويوم الأحد طبعا من ساعة بالسبعة ونص يكون التسجيل مفتوح يقدرون يسجلون ويطرعون على البرنامج العلمي من خلال الموقع الألكتروني للمؤتمر يوم السبت بعد التسجيل مفتوحة أعتقد السبت حقيقة برنامج علمي كامل موجود يشاركون بيوم الأول يوم السبت لح نشارك إحنا مركز دبي في إعطاء محاضرة وفي محاضرين من السعودية ومن الكويت ومن المغرب العربي وفي محاضر من كندا وفي محاضر من قطر ومن أمريكا في يوم السبت برنامج علمي كامل بس هو جرى إحنا ما تكلمنا عن الجوائز اللي حيتم تقديمها خلال المؤتمر هو المؤتمر في عنده بروتوكولات خاصة فهم دائما متعودين أنه يسوون لنهادي الجمعية بتعمل مؤتمرات بين سنة وأخرى العالمية فمتعودين أنه الافتتاح الرسم يكون اليوم الثاني اللي هو يوم الأحد مساء فإحنا ماشينا على نفس البروتوكول اللي هم معتمدين عليه أحب بس أذكر على السريع المؤتمر عادة يقوم بتقديم جوائز خلال المؤتمر جائزة تروح للدول النامية وهي الدول اللي تكون إمكانياتها المادية ضعيفة ويبذلون الناس فيها مجهود كبير لتطوير خدمات نقل الدم في طبعا عندهم لجنة استشارية عالية اللي هي تشوف الخدمات نقل الدم في الدولة وتختار الدولة يعني اللي تفوز بالإضافة لهذا في جائزة لأحسن ورقة علمية يتم نشرها في مجلة اللي هي مجلة عالمية في نقل الدم فيختارون أفضل ورقة علمية تم تقديمها في العام السابق ويكرمون طبعا لازم ورقة علمية أصلية يكرمون يعني الباحث الباحث اللي أنشر الباحث بالإضافة لهذا في الجائزة الأخيرة اللي تقدمها الجمعية لموظفيها كأفضل موظف فيقدمون يعني حتى يشجعون موظفيهم للعمل بجد وبتفاني جميل جميل وإن شاء الله يا رب تكون جائزتنا هو إخراج هذا المؤتمر بالشكل اللي يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا المؤتمر إن شاء الله دكتور نتمنى لكم التوفيق للوقت ما شاء الله خلص عندنا ما أدري في عندك إضافة شيء قبير بس أحب أقول أنه مركزنا وهيئة الصحة في دبي في عندها ستاند داخل المعرض الطبي نتمنى للمشاركين أنه يزورون ستاند مركز دبي للتبرع بالدم وهيئة الصحة في دبي إن شاء الله في هناك هدايا حلوة حضرناها للمشاركين بيتم تقديمها وبعض المعلومات ممتاز إذن دكتورة ميرا أوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم رئيسة اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لجمعية بنوك الدم العالمية شكرا جزيلا لك على تواجدت معنا وأيضا كل شكر لكم مستمعين الكرام نذكركم بأن إن شاء الله المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لجمعية بنوك الدم العالمية الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط في إمارة دبي يقام برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد فراشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي وإن شاء الله سوف يكون إضافة كبيرة حقيقة أنا أرى هذا المؤتمر يعني وجوده في دبي إضافة له صح صح دكتور صح والله إحنا نادر قلنا لهم إياه يوم الليفزنا قلنا لهم أنه أنتم الليفزتوا أنتم الليفزتوا أنكم يهتوا دبي عموما حتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم ومن نعطيكم تغطية كذلك بعد عن هذا المؤتمر وبتكون عندنا الكثير من المواضيع نتمنى لكم إجازة سعيدة وكل الشكر لمخرجنا نحن بدأنا بميثة من أبيات والحين عندنا عيسى سبيل كل الشكر لك وأيضا كل شكرا لفيصل بن فارس وهذه التحيات محدثكم عمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر